تقصير زمن حرف متحرك عن أزمينة ما جاوره من العلماء هذا عكس الأول الأولان شو عميل؟ طول الآن بالعكس عمي قصر تقصير زمن متحرك عن أزمينة ما جاوره من الحروف المتحركة قطأ في القراءة سماه العلماء الاختلاص الاختلاص يعني بيقوله العلماء سرعة في خفض حفظوها خاصة إخوانا اللي بيشتغلوا بالقراءات سرعة في خفض حرف مختلاص شو لمختلاص؟ يعني صوته أسرع من جيرانه وصوته كمان أوطى من جيرانه سرعة في خفض الصوت أخفض والزمن أقصر هذا شو اسمه يا أخواني؟ أيوة ما لك لا تأمننا على يوسف عند النون الأولى بتلاقي النون إيش؟ زمنها بالعامي بنقول مخطوف تبهنا كيف؟ يعني إيش؟ أسرع ونفس الوقت صوته إيش؟ أوطى بقليل أوطى بقليل وذلك نحو يأمركم طبعا يأمركم اختلاصها صحيح على قراءة أبي عمر البصري لكن على حفص وغير ما عاد أبو عمر البصري غير لا يصح هذا الاختلاص اسمع الخطأ يأمركم مرة ثانية يأمركم مرة ثالثة يأمركم واضح السرعة؟ المفروض يقول يأمركم موروكم تبهنا موروكو متساوية واللفظ في نظيره كمثله الذي خلاقكم خلاقكم كم متحرك هدول؟ أربعة بدون يطلع زمانهم ايه؟ متساوي ما يكون في حرف أسرع من جيرانه اسمع الخطأ الذي خلقكم كمان الذي خلقكم ملاحظين الخطف؟ إذن الذي خلقكم خلاقكم الأزمنة شو بدأ تكون؟ متساوية والله يعيدكم يا عيدوكم كم حركة هدول؟ أربعة ما يصير القارئ عند حرف معين شو يعمل؟ يخطف يعيدكم والله يعيدكم شو بدأ يقول؟ يعيدكم يعيدكم تكون الأزمنة ايش؟ متساوية بعض إخواننا يعني ما يكتفون بهذا التنبيه بل يطلبون من الطالب أو من المتلقي عنهم نغمة معينة لما بتتكلم أنت عن النغمة عم تلزم الآخرين بشيء يعني لا يلزموا به يسموا اللزومة لا يلزم انتبهنا كيف؟ أن تقول بالنغمة التي أنا أقولها لك لا ما لي ملزم بالنغمة عرفتوا شو النغمة؟ يا عيدوكم ما بتقول بهذا النغمة هاي ما لي ملزم بالنغمة أنا ملزم بايه؟ بالأزمنة بالأزمنة ملزم قياس أزمنة الحروف الصحيحة كل كلامنا الماضي كان منصب على مين يا أخواني؟ على الحروف المتحركة الآن كلامنا هيكون منصب على مين؟ على الحروف التي فيها وصفان ساكنة وإيش؟ صحيحة لما قلنا صحيحة معنا تخرج مين؟ حروف المد وحرفين لين لما قلنا ساكنة خرجت الحروف المتحركة البحث هذا مهم شو السبب أنه مهم؟ يعني متى نقول عن بحث مهم؟ وأنه أكثر أهمية من غيره لما يكون دائرة تعلقه واسعة يعني مثلا التفشي متعلق بكم حرف؟ بالشي الاستيطالة متعلقة بمين؟ بالضاد الصفير متعلق بمين؟ بثلت حروف ما هي؟ طب هذا المبحث متعلق بمين؟ بكل الحروف عرفتوا ليش مقول ببحث مهم؟ كل ما كان دائرة التطبيق أوسع كل ما كان هذا البحث إيه؟ هذا البحث أشده أهمية من غيره مو معنى غيره ما هو مهم لكن هذا يؤكد عليه انتبهنا أخواني؟ إذن زمن الحرف الرخوي أطول من زمن الحرف البيني دائما خلي ببالكم المثال اللي كان منذ قليل وحيرجع يس تابي شيرون يس هذا الرخو تابي هذا شديد شيرون النون الأخيرة فيها إيش؟ جريان ضئيل جريان إيه؟ ضئيل مو كثير يبعض أخواني أبنلك يستبشرون هذا شو؟ زايد عن اللزوم انتبهنا؟ يعني لا زيادة ولا نقص يا أخواني الحرف البيني أطول من زمن الحرف الشديد صار عندي أطول من مين؟ والبيني أطول من الشديد قياس أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة يتناسب مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحدرا هذا مهم جدا يعني هذا الميزان يا أخواني لأزمنة الحروف اللي عم نتكلم عنه إذا كنت عم تقرأ بالتحقيق له تطبيق معين إذا أسرعت يعني نحن عم نقول هذا الرخو هذا البيني هذا الشديد هذا الأول أطول من الثاني والثاني أطول من مين؟ من الثالث طب هذا الميزان ميزان مرن عرفنا شو يعني مرن؟ يكبر ويصغر بحسب سرعة القراءة إذا بتحبوا نجيب مثال من الرياضيات بنقول 32 علاقة 32 مع الستعش مع الثمانية كعلاقة الستعش مع الثمانية مع الأربعة كعلاقة الثمانية مع الأربعة مع الاثنين عرفتوا كيف؟ يعني عم بيكون النسبة بين الأرقام واحدة ولو الأرقام هي عم تختلف لو حبينا نمثل طول زمن الحرف الرخو بهذا المقدار هذا الطول الأحمر حيكون البيني شو حيكون؟ أقل حيكون الشديد أقل انتبهنا؟ هذا تمثيل يعني بياني يبقى هذا التناسب بين أزمنة الحروف الصحيحة الساكنة مهما كانت سرعة القراءة هذا تطبيق عملي على سورة ألم نشرح؟ لوننا الحروف الرخوة أيها الإخوة الكرام باللون الأحمر الحروف الرخوة الساكنة طبعا كلامنا منصب على مين الآن؟ صحيحة ساكنة فكل ما ترونه باللون الأحمر هذا زمنه بدي يكون منطوط قليلا انتبهنا؟ ولوننا الحروف البينية باللون الأزرق وحتكون لون أزرق حتكون صحيحة وساكنة انتبهنا مثل الميم ألم ألم ملاحظ؟ وليس ألم ألم يعني إيش؟ مبتورة ليست مبتورة ولا كمان ألم انتبهنا؟ يعني كل واحد بده ياخد حقه بينما الحرف الشديد لونناه باللون الأخضر طبعا الكافات اللي في آخر الآيات متحركة في الوصل لكنها عند الوقف ساكنة سا يعني الآن نسمع تلاوة هذه الآيات وأرجو أن تنتبهوا إلى الأزمنة لاحظ البسملة فيها السين وفيها الحاء شو لازم يكون زمنهم؟ يعني واحد يكون طولهم واحد عرفتوا؟ من باب واللفظ في نظيره كمثله حيكون عندي اللام اللفظ الجلالة والراء الأولى من المدغمة والراء الأولى من المدغمة الثانية والميم الموقوف عليها حيكون زمنهم واحد لأنهم من حروف لين عمر؟ ألم نشرح نشرح مين زمنه أطول الشين ولا الحاء؟ متساويين لأن كل الحرفين رخ ساكن ألم الميم إيه؟ بينية صاد صاد الدال إيه؟ شديدة ساكنة زمنها قصير أرك أرك طبعاً رك فيها كم وصف؟ وصفان شدة فهمسن ها؟ رك نعم مين أطول الدال ولا الكاف؟ نفس الطول وَوَضَعْنَا من أكثر الناس في القراءة البطيئة شو بسموها مجودة؟ في القراءة البطيئة يعني من أكثر الناس تطبيقاً لهذا الميزان الله يرحمه بالقراءة البطيئة والحصري أيضاً لما بيقرأ قراءة بطيئة أيضاً إيش؟ لكن عبد الباصد واضح عنده تمام الله يرحم اللي علموه ويرحمه هو كمان ويغفر له شكراً للمشاهدة